ايام قليلة اذن ويأتي موعد الجولة الثانية من الانتخافات التركية جولة الاعادة يترقب السوريون بكثير من الحذر وكثير من الترقب هذه الجولة كونهم عادوا من جديد في قلب المعمعة التركية السياسية الانتخابية بين قائل يقول السوريون بلغ عددهم عشر مليون وقائل آخر يقول لا عشرين مليون وقائل ثالث يقول ان السوريين سوف يفترسون اطفالنا في الشوارع التركية هذا خطاب قائم على السوريين وسوريين وحدهم اليوم فيما تبقى سوف نتحدث مع الدكتور خالد خوجة حول مستقبل السوريين في تركيا وما هو المأمول من وجودهم سياسيا حياكم الله فيما تبقى العضو المؤسس في حزب المستقبل التركي المعارض الدكتور خالد خوجة معنا من اسطنبول عبر سكايب دكتور خالد مرحبا أهلا مرحبا إذن السوريون سوف يفترسون الأطفال في الشوارع المدنة التركية هذا هو خطاب حزب الشعب الجمهوري خطاب كمال كالجدار أوغلو حليفكم في الانتخابات نعم هو بالتأكيد أنه الخطاب يحمل صيغة عنصرية وتحريضية على السوريين وقبل السوريين كان التهجم على اللاجئين بشكل عام الأفغان والأفارقة وغيرهم وكان نحن موقفنا تجاه موضوع اللاجئين والمهاجرين بشكل عام في حزب المستقبل واضح وأعلناه في مؤتمر صحفي وفي كراسة تختص بموضوع اللاجئين والمهاجرين بالذات والهجرة غير الشرعية والهجرة غير المنظمة وكيف يمكن تحويلها إلى هجرة منظمة ولكن يبدو أن حصول سنان أوغان على نسبة كبيرة 5% كانت مفاجئة وحصر خطابه الانتخابي باستهداف اللاجئين والأكراد بشكل خاص لا يوجد له أي دعاية انتخابية غير ولا أي برنامج انتخابي يبدو هذا حرض ومع تغيير مديري الحملة الانتخابية لسيد كمالك الاشتارولو الآن من يتوكل بإدارة الحملة هو منصور يواش وأكرم إمام أولو تغير هذا الخطاب وأصبح خطاب أكثر عدواني لكسب أصوات القوميين لكن نحن عرضناه أنا بشخصا عرضته كمؤسس لحزب المستقبل وكسوري أيضا كسوري تركي وكمؤسس أيضا للمعارضة السورية داخل تركيا وكذلك نائب رئيس حزب المستقبل مسؤول ملف حقوق الإنسان مسؤول لجنة حقوق الإنسان أيضا عرض هذا الكلام أكيد هذا خطاب غير مقبول سواء كان خطاب تكتيكي أو كان يتبناه سيد كالشتارولو فبعد الانتخابات مرحلة ما بعد الجولة الثانية أكيد هذا ستكون له عواقب على المجتمع التركي وستتعزز التوجهات العنصرية داخل المجتمع التركي ليس تجاه السوريين فقط تجاه جميع الأجانب ربما البعض يقول لك عليك أنت مثلا أنت أقلق إذا ربح حليفك كمالكي إشجار أوغلو في انتخابات الرئاسة هو يقول أن الدولة التركية تبيع الجنسيات للسوريين فربما يصحب منك هذه الجنسية جنسيتك التركية فكيف تتحالفون معه؟ أنا جنسيتي تركية في الأصل لم أكتسبها اكتسابا في الأصل أنا تركيا أعلنت أكثر من مرة حتى عند تأسيسي للإتلاف دخلت كمكون تركي مع المكون التركماني وبإسم التركي لأنه لم أعد أمتلك الهوية السورية منذ أكثر من 40 عام يعني ليس ليه هوية تبرز أني سوري بسبب خروجي من سوريا بعد عام 82 ما هو اسمك التركي دكتور؟ معروف اسمي البتكين هو جول وأسس حزب المستقبل والإتلاف بهذا حتى الإتلاف يعني اسمي خالد سوري كاسمي سوري استخدمه دائما حتى اليوم ولكن اسمي كهوية لأنني لا أملك أوراق سبوتية سورية هو البتكين هو جول لكنك سوري الروح أليس كذلك؟ أكيد أكيد وما زلت يعني أحمل الهم السوري والهوية السورية إلى جانب كوني من أصل التركي هذا أكيد حسنا دكتور 11 عضوان من حزب المستقبل استقالوا اليوم اسموا أنفسهم الديمقراطيون المسلمون قال يعني هذا لا يمكن استقالوا من حزب المستقبل وتحدثوا عن انحرافات في مسيرة الحزب لا أولا لم يكن العدد 11 عضو نحن أصدرنا بيان في الحزب أن هذه الأرقام مغلوطة سبعة من هؤلاء الشخصيات كانوا استقالوا مسبقا لأسباب شخصية وزج بأسمائهم دون علمهم الذي استقال اليوم هم أربعة فقط وهؤلاء أيضا لهم أسبابهم الخاصة ولكن أعتقد سبب مساومات قبل المرحلة الثانية هؤلاء الشخصيات كما تعلم الدكتور أحمد داود أغلو كان شخصية مهمة ولها وزنها داخل حزب العدالة والتنمية فعندما استقال من الحزب استقال معه كوادر من الحزب من هؤلاء الذين استقالوا اليوم ولكن بقيت علاقتهم بحزب العدالة والتنمية مستمرة وهؤلاء كانوا توجههم في الأساس مع التحالف مع حزب العدالة والتنمية دكتور تدري هناك سؤال يجول في الصدر وصدور كثيرين إذا سامحت تحديدا أنت أنت تمام مواطن تركي لكنك مواطن سوري كذلك ورئيسة اتلاف المعارضة لمدة سنة طيب كيف يا دكتور أنت تتحالف مع كمال كتشدار أغلو الذي يريد فيما يريد في أهم ما يريد أن يطرد السوريين وأن يصالح بشار الأسد وأن ينتهي الموضوع والعدال السوريين واضح يعني اسمح لي بهذا السؤال الشخصي كيف دكتور سجمت هذه الأمور في داخلك هذا الخطاب يعني خطاب الدعاية المضادة الموجهة من القصر الرئاسي ليس ضدي فقط وإنما ضد الدكتور أحمد داود أغلو وكذلك الأحزاب المحافظة الباقية التي دخلت في تحالف الملة يعني حزب التقدم برئاسة علي برجان وحزب السعادة وكذلك الحزب الديمقراطي التحالف مع حزب الشعب الجمهوري هدفه هو العودة إلى النظام الديمقراطي البرلماني المعزز وإعادة مفهوم فصل السلطات إلى الدولة وكذلك استقلالية القضاء وأن يكون هناك الرئيس القادم خلال الفترة القادمة إلى حين تبني النظام البرلماني يكون له ست أحزاب خمس رئيس وخمس نواب قرارات هذه الرئيس ستكون محصورة بموافقة هؤلاء النواب لضمان الانتقال الديمقراطي وعدم قلب الطاولة هذا هو المفهوم الذي يجمع هذه الأحزاب يعني هو بين عودة إلى نظام ديمقراطي أو إبقاء الصلاحيات بيد شخص واحد أيضا التحالف يعني الوجه الآخر من المشهد السياسي داخل تركيا لا يذكر أن السيد الرئيس أردوغان أيضا متحالف أصلا مع تيار قومي ويتبنى نفس القطاب ليس يتبنى فقط مارس هذا القطاب يعني إذا كان السيد كليشتارولو يقول أننا سنرحل السوريين ففعليا عمليات ترحيل السوريين منذ 2016 إلى الآن مستمرة دكتور اسمح لي ليس ترحيلهم إلى الحدود السورية وإنما ترحيلهم حتى إلى الحدود اليونانية عندما تحصل هناك أزمة اقتصادية داخل تركيا للمساومة مع الاتحال الأوريس على الأقل لم يقولوا بالطابلة والزمر يعني على الأقل أردوغان لم يقول لك نعيدهم بالطابلة والزمر لكن دكتور يعني الموضوع عندك له حالة خاصة اسمح لي يعني بعيدا عن كل تحالفات السياسية التركية أنت كسوري كسوري ويعني الخطاب بغض النظر ماذا فعل أردوغان أو ماذا فعل كليشتارولو وأنا لست في معرض الدفاع عن رجب طيب أردوغان بالمطلق لكن نحن كسوريين الواضح لنا في هذه الأرض الذين يعيشون في هذه الأرض موقف حزب العدالة والتنمية يعني قريب أكثر لسوريين بمراحل ربما من حزب الشعب الجمهوري أنت كسوري كيف استسغت هذا الأمر كيف أولا كسوري يعني إذا نظرت إلى الأمر من ناحية واقعية واستراتيجية كسوري من الأفضل لنا كسوريين أن يكون هناك القرار الذي سيتخذه الرئيس في المستقبل مقيد بموافقة أحزاب لصالح السوريين أما القرارات الرئيس اليوم سواء بالذات يعني 2016 كانت مرحلة مفصلية سواء القرارات بحرف النصوضات السياسية مع النظام من جينيف إلى أستانا وبعدها تبني مسار سوتي وثم الموافقة على هيمنة روسيا على هذا المسار وبعدها حصار الثورة تماما في الشمال ومن ثم جهود التواصل مع بشار الأسد هذه عواقبها أنا ما أتكلم عن السوري الموجود في تركيا السوري الموجود في تركيا ربما لا يهتم في هذا الأمر وربما أغلبهم حصلوا على الجنسية السورية وللأسف منهم من يؤيد إعادة السوريين الذين يعني تحت الحماية المؤقتة من يؤيد من أصبحوا يشعرون بأنفسهم هناك لا أريد أن أتحدث لكن هناك مجموعات تدعو إلى ذلك حصلت على الجنسية من هذه المجموعات دكتور وليس أغلب السوريين حصلوا على الجنسية يعني مجمل السوريين لم يحصلوا على الجنسية أقول من حصلت لا هناك 200 ألف سوري حصل على الجنسية كم عدد السوريين في تركيا؟ لا يهم لأنه من يحمل حماية المؤقتة ثلاثة ونصف مليون هؤلاء سيتم تهجير يعني سيتم تهجير ثلاثة ونصف مليون والرئيس أردوغان صح لم يتكلم بأسلوب أكثر لباقة ولكن قال أنه سيعيد مليونين منهم خلال ست أشهر البارحة سيد شاوشوغلو قال أن ما يهمنا من السوريين من بقاء السوريين هم الرعاة وعمال الصناعة والمزارعين والباقي سيتم ترحيلهم إذن دكتور تقولي أنت تريد القول نفس الكفة يعني هذا نفس ذاك زيد مثل عمر؟ أكيد أحدهم يضع كما ذكرت أحدهم يلوح باليد الحديدية وآخر يضع قفازا حريريا على هذه الحديدية يعني ربما كثر نحن بالنسبة لنا هو هذا السؤال ربما كثر يخالفونك بالنسبة لنا سوريين الآن الرئيس أردوغان قراراته مطلقة غير مقيدة بالبرلمان قراراته تصدر عن طريق مراتيم رئاسية وكذلك وكذلك موضوع القضاء لا يمكن بحث قضية أي سوري في القضاء السوري الذي قتل في مرسين يعني في أيام جائحة كورونا الشرطي أطلق عليه على رأسه النار من الخلق وأثيرت قضية قام بها الحقوقيون ولكن تم الضغط على عائلتي لتتنازل لأنه الوقت ضيق عندما يكون هناك نظام عندما يكون هناك نظام ديمقراطي ويكون القضاء مستقل هذه القضية سترفع وستكون درء لأي عملية جنائية ضد سوري في المستقبل وإذا ربح كمالك الرجال روغلو وإذا ربح كمالك الرجال روغلو وأنا كسوري يجب علي أن أشعر بالاطمنان وأن أتوقع أن تحدث هذه الأشياء أكيد لأنه سيكون لأنه سيكون مقيد سنعون مقيد بالبرلمان وسيكون قضاء مستقل هذا هو الفرق الآن لا يوجد قضاء مستقل ولا يوجد مساءلة كيف يمكن أن تأخذ كيف يمكن للمرأة كيف يمكن للمرأة التي تركت أبنائها في البيت وأخذت من منطقة الأكسراي وهذه حالة وصلت إلي وألقي بها على الحدود السورية وترك أبنائها في البيت دكتور أرجوك لا أحد يقول أنه لا انتهاكات بحق السوريين هنا يعني في هذا العهد عهد حزب العدالة والتنمية أن تقول أن هذا مثل ذاك إذا وصل إلى سدة الحكم هذا يشبه ذاك صحيح؟ لا أقول بالنسبة لنا كسوريين أن تكون تركيا ذات نظام برلماني والقضاء مستقل ويمكن أن تأخذ حقك من هذا في القضاء أفضل من أن يكون هناك أبدا بالمطلق لا يمكن أن تطالب بحقك طيب وكراهية السوريين هذه التي يقوم علي حزب الشعب الجمهوري هذه ماذا نفعل بها؟ الموضوع ليس حب وكراهية يا أخي دكتور هم يعبرون عن كراهيته؟ لا لا ليس حب يعبر عن كراهيته لا يهمني أنا ما يهمني هذا الذي يكرهني هل يمكن أن أأخذ حقي منه أم لا؟ يعني أنت يا دكتور أقرب لك ما يهمني إذا أدعى شخص أنه يحبني وظلمني ولا أستطيع أن أأخذ حقي منه ما لا يهمني خليه يتعي كراهيتي وأنا أستطيع أن أأخذ حقي منه وأردعه أن يظلمني في المستقبل يعني دكتور بالمنطق أنا كسوري أستطيع أن أشعر بالإنصاف من حزب الشعب أكثر من حزب العدالة والتنمية من كل إشجار أوغل وأكثر من رجب طيب لا لا يا أخي هناك مغالطة نحن لا نتكلم عن كل إشجار أوغلو وعن أردوغان نحن نتكلم عن منظومتين في الحكم مختلفتين الأولى تقود كافة الصلاحيات لشخص والثانية تقيد صلاحياته بالبرلمان وبنواب للرئيس وبمنظمات حقوقية تأخذ دورها في المستقبل دكتور يعني أنت تتحدث عن حزب الشعب يعني هناك كثير من طبعا المعلومات التي تنقض هذا الحديث لكن الآن ليس وقتها لأنه لا يوجد وقت لكن دكتور البعض يقول هذه هي السياسة فقط يعني أنتم مناكفة بالرئيس رجب طيب أردوغان وتعاميتم عن قصة السوريين لكن يبدو طفح الكيل هذا غير صحيح ببعض أعضاء حزب المستقبل لماذا لم تستقل الآن دكتور؟ لا لا الدكتور يمكن أن تحدث استقالات بمستقبل يمكن أن تستقل الآن؟ هذا يحدث في كافة الأحزاب قبل الانتخابات وقبل تعيين دكتور هل يمكن أن أتحدث معك بعيدا عن السياسة؟ لا 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 أنا أريد أن أقول شيء بالنسبة لنا كما ذكرت مرة أخرى ما يهمنا هو طبيعة النظام الذي سيحكم فيها هل سيكون نظام حقوقي أم نظام سلطوي؟ هل تؤيد النظام السلطوي لأنك تحب شخص؟ لا لا دكتور أرجوك بعيدا عن هذه أما الثانية الدكتور أحمد داود قاله كان رئيس وزراء وله أياد بيضاء ليس فقط على كل منطقة الربيع وكان رئيس وزراء وهو ترك رئاسة الوزراء ودفعها بخلف يده لسبب واحد فقط لأنه رفض التحول إلى المفهوم السلطة هناك تفاصيل كثيرة طيب ولي وما الذي أتى بكم إلى حزب الشعب؟ يا دكتور كل هذا الكلام الذي تتكلم عنه كلام جيد لا لا أيضا مغالطة أخرى نحن لم نذهب إلى حزب الشعب هذا تحالف تحالف يهدف إلى العودة إلى النظام الديمقراطي البرلماني جيد جدا مقابل تحالف سلطوي يطالب ببقاء النظام الرئاسي السلطوي فقط أنا لا أريد أن أرد على هذه النقطة حتى لا ألعب دور المحامي عن حزب العدالة والتنمية لكن أعود بعيدا عن السياسة دكتور وهذه قصة النظام البرلماني والنظام السلطوي كثر يردون على هذا الكلام يعني أنت كسوري بعيدا عن السياسة ألم يوجعك أن تسمع هذه الخطابات من الذين تتحالفون معهم في الطاولة السوداسية بحق السوريين يعني سوريتك هذه أوجعني أكثر من هذا الخطاب الصور التي وصلت إلي على الحدود التي تتهدف النساء والأطفال في الرأس مباشرة وهم على الأراضي السورية وهم يحاولون العبور إلى الأراضي التركية وكل القضايا تم إغلاقها هذا الموجع أكثر وهذا يجب أن تتألم منه كسوري لا الخطاب لأن الخطاب يمكن أن تقيده إذا الخطاب لم يتحول إلى فعل يمكن أن تقيده أما الآن هناك أفعال مستمرة ألم يؤلمك أنت كسوري أن يطلق جندي الجندرم النار على الحدوث في اليونان على 8 سوريين من الخلف ويقتلهم وتقفل القضية أنا على هذا أتكلم في غياب القضاء لا يمكن أن تتحدث عن حقوق ولا عن دولة عادلة أما إذا كان الحزب الذي تتحالف معه مهما كانت خطابه إذا كان يمكن أن تقيد هذا القطاب ولا يتحول إلى فعل فهذا بحد ذاته إنجاز نحن نتكلم عن ليس عن كل اشتار وغلوم مقابل أردوان نتكلم عن تحالف من ستة أحزاب يدعو إلى نظام برلماني مقيد صلاحية الرئيس مقيدة في منظمات المجتمع المدني تأخذ دورها فيه القضاء فيه مستقل مقابل حسنا رئيس يستفرد بكل شيء حسنا ذكرت يعني البعض يقول لك كيف يستفرد بكل شيء طيب الآن في قادمات الأيام كمالك الشجارة وقلوا يقول يعني السوريون سوف يرحلون اتخذ قرارك السوريون يملؤون الأرض السوريون يملؤون الهواء السوريون يعني سوف يفترسون كل شيء هذا خلال الأيام القادمة طيب دكتور يعني وأعضاء من حزب المستقبل يعني لم يستطيعوا التحمل قالوا هذا ليس كلام لا يمكن أن نتحالف محاولة الجماعة أدخلوكم البرلمان الجماعة أدخلوكم البرلمان لا انسى أعضاء حزب المستقبل أنا موقفي هو هذا السؤال دكتور أنت متى يأتي دورك الأعضاء الذين اتقالوا هذه يعني أبرزوا هذه الحجة ولكن أعلنوا دعمهم لأردغان وهم في الأصل كانوا مدعومين من أردغان هذا موضوع تاني هذا يحصل بينما أما أنا موقفي ليس اليوم فقط منذ أن زار حزب الشعب الجمهور والحليف الآخر حزب السعادة النظام الكيماوي وقابل المجرم بشار الأسد في دمشق يعني منذ بداية الثورة وأنا أعارض هذا الحزب يعني نحن نحن لسنا موافقين على الكلام بالعكس نحن عارضناه أشد الاعتراض وما زلت أعارضه وليس لمرة واحدة يعني الخطاب العنصري بالنسبة إلينا تهديد وإن لم يتقل حتى الآن ممكن أن يزرع الكره والحقد في المجتمع التركي وهذا ما يحصل تجاه السوريين وعلى فكرة رئيس الوزراء السابق بن علي يلدرم تكلم بنفس الخطاب ولم ينتقده أحد من السوريين هو قال إذا بما لماذا لم ينتقده السوريون أنا أحاول أن ترجم إلى العربية إذا لعب السوري بزيله سنمسكه من أذنه ونرميه على الحدود هذا كلام بن علي يلدرم عندما كان مرشح لرئاسة بلدية إسطنبول هذا الخطاب العنصري موجود في كل الأحزاب ما عدا حزب المستقبل في كل الأحزاب يعني طبعا دكتور دكتور حدث العقل حدث العقل بما يعقل يعني أنت تساوي الخطاب الذي يتكلم به الأكبارتي مع حزب الشعب الجمهوري يعني للناس عقول وللناس أذان وتسمع طيب دكتور أنا يا أخي يا أخي أنا أنت صحفي وراجع أنا أتكلم عن رئيس وزراء من العدالة والتنمية أتى بعد داوت أغلو حسن وتكلم بهذا الخطاب العنصري وأنا انتقدته دكتور يعني نحن نتحدث عن حالة عنصرية الآن بدأت تتغلغل في كل الجانبين حسن في كل الجانبين ليس أحد منها يعني منزل لا البعض يقول لك ليس يسوى ليس يسوى دكتور ليس يسوى هكذا البعض يعني أنت تتكلم لا يهمني ما يقول لا نحن نرى نحن نرى على الشارع لأن هناك لأن هناك من يتغاضى عن طرف الحاكم باعتبار أنه يعني يعتقد يعني يعتقد أنه يعني علاقاته المستقبلية معه ويتهجم على الطرف الآخر الآن يعني أخذنا مثال سنان أغان الذي كان خطابه عنصريا ما هو تفسير أن يتوجه إلى الأردوغان ونحن عندنا التفسير لأنه في العصول كان مدعوم من الرئيس أردوغان هو ومحرم إنجا وأمي تأزبا أيضا كانوا مدعومين من الرئيس أردوغان لذلك هذه السياسة يعني استخدام العنصرية والدين لممحكات سياسية والاستراتيجات سياسية هذه لا تعود على السوري إذن ليس في القنافذ أم لاس تعود على المجتمع التركي أيضا بالضرر تقول إذن ليس في القنافذ أم لاس حسنا دكتور اقترب الوقت على النهاية تدري ماذا يقال الآن يقال عربيا أعتقد قال والله هؤلاء السوريون يعني يمنحون الجنسية التركية ويذهبون للتحالف ضد من منحهم الجنسية وضد من استقبلهم وتحديدا الكلام عنك أن دكتور يعني لماذا ما تأخذ الموضوع بالمقلوب لماذا تقول لماذا لا نقول يعني خالد خوجة وهو تركي وهو طبيب والحمد لله يعني أنا رجل أعمال ثلاث أعماله هو سند الثورة السورية بينما تركيا نفسها كان يعني الحكومة في تركيا كانت يعني في جهود إقناع بشار الأسد يعني قيام بتعديلات الدكتور أحمد داوت أولو بالذات قيام بتعديلات دستورية على مدى ست أشهر ونحن ننظم مظاهرات أمام السفارة مع الأتراك لم يكن هناك سوري واحد ونحن بدأنا نحن بدأنا منظمات المجتمع المدني التركية نحن بدأنا نحن أولاد اليوم نحن أولاد اليوم دكتور أولاد اليوم دعني من الأمس أولاد اليوم نكون مع الحق حيث دار البشر نحن لا نسق بالبشر دكتور أنتم السياسة البعض يقول البعض يقول نحن نسق نسق بالمبادئ جيد دعمت الحق في بلد أو في فلسطين أو في بلد آخر أو في سوريا يجب أن تدعمه في سوريا في تركيا تركيا الآن تتجه إلى نظام سلطوي إذن أنا كسوري يعني بثامل الصلاحيات المنفيذية بيت رئيس إذن أنا كسوري نحن يجب أن ندعم التحول الديمقراطي كما دعمناه في سوريا إذن الآن أنا كسوري افترض أنه أنا حاصل على الجنسية تركيا وأنا غير حاصل عليها طبعا وإذا ذهبت للانتخابات يجب أن أنتخب تحالف كمالك الاشتار أغلو لأنه هذا أدور مع الحق لا 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 هذا خيارنا وخيارك الأقرب إلى الحق الأقرب إلى الحق الأقرب إلى الحق أنا لم أصرح لأي أحد ولم نقوم بدعاية كما يقوم الطرف الآخر الانتخاب كمالك الاشتار أغلو أبدا وإنما نفند ادعاءات الطرفين فندنا ادعاءات كمالك الاشتار أغلو وحزب الزفر وفندنا ادعاءات الحزب الحاكم أيضا أنتم لسوا معظم في الطاولة السوداسية لسنا مع لسوا في الطاولة السوداسية أنتم لا يعني أن نكون في الطاولة السوداسية ولا أن تقيده هذا الكلام هو أصلا هو أصلا مقاعدكم في البرلمان التي منحكم إياها حزب الشعب الجمهوري هذا الموضوع ليس برلمان يا رفي يعني حزب الشعب له بالنية له فضل عليكم لا لا ليس له فضل بالعكس باقي الأحزاب لها فضل عليه لأن هذا موضوع الحسابات والنظام الانتخاب لو لم نكن نحن ضمن قوائد في قوائم حزب الشعب لكان عدد أعضاء حزب الشعب أقل هذا طبيعة النظام يعني البعض يشكك بهذا الأمر دكتور والله انتهى الوقت انتهى الوقت أريد أن نختم معك أريد أن نختم معك هل أنتم مستمرون في التحالف في الطاولة السوداسية مستمرون أكيد إلى الآن نحن مستمرون إلا إذا حصل هناك إلا إذا حصل هناك انقلاب على المفاهيم التي قامت عليها الطاولة وأنت ليس لديك نية للاستقالة أكيد لماذا أستقيد يعني لماذا أنا مع الدكتور أحمد داوتو من قبل الثورة البعض يقول دكتور البعض يقول هو المسألة كلها في حزب المستقبل هي مسألة حسد وغيرة من الرئيس تركي بنعم أو لا هاي الدعاية التي يعني يسيرها القصر الرئاسي ويقوم بها الجيش الإلكتروني ويمشي معها العرب العرب دكتور بالتركي كيف ننطق اسمك بالتركية أعطي بيكين أوجو أوغلو أوجو أوغلو دكتور أعطي بيكين أوجو أوغلو أعطي بيكين أنا آسف يعني لغتي تركية والله ضعيفة لكن أحدثك بالعربية لغتنا دكتور خالد خوجة عضو مؤسس في حزب المستقبل التركي كنت معي من الصبو شكرا جزيلا لك دكتور أعطي بيكين أوجو أوغلو موسيقى اشتركوا في القناة